اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الاسبوعية 140 عطاء لـ 24 مناقصة حكومية ومزايدة واحدة تقدمت بها 16 جهة حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 3 ملايين و400 ألف دينار وتصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات المطروحة في إدارة المخازن المركزية بتقدمها بخمس مناقصات شملت توريد كابلات ذات جهد 66 كيلو فولت وقطع غيار لمحطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء ومحطة الرفاع لإنتاج الكهرباء وإدارة نقل المياه سلمة أباد وإدارة نقل الكهرباء مع خازن سترة ومجموعة أسلاك كهربائية ألمنيوم ونحاسية وتقدمت هيئة الكهرباء والماء بأربع مناقصات شملت استئجار مركبات ثقيلة والاستعانة بمصادر خارجية لتشغيل المكاتب الأمامية بمركز خدمات الزبائن التابع لهيئة الكهرباء والماء لمدة أربع سنوات هذا وأظهرت بياناته مجلس المناقصات والمزايدات كذلك مشاهدين تقدم ثماني شركات استشارية بحرينية وعالمية للعطاءات الفنية لمناقصة إنشاء مؤسسة للتنظيم العقاري تتبع جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتهدف المؤسسة إلى سد الثغرات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في البحرين وحماية حقوق المستثمرين والمساهمين والمشترين كما تقدمت وزارة المالية بمناقصة لتكليف شركة استشارية لتطوير استراتيجية إدارة الدين العام وتقدم للمناقصة شركة لازارد الأمريكية بعطاء بلغت قيمته أربعمائة وثمانين ألف دينار والآن نستعرض وإياكم مشاهدين الأداء الأسبوعي لبورصة البحرين في سياق التقرير التالي المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون سهما بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعين دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ثلاثمائة وتسعين وثمانين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم تسعين وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ست شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ثلاثة عشرة شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين وتسعة وأربعين ألف ومائتين واثنين دينار بحريني تم تنفيذها من خلال مائتين واثنتين عشرة صفقة أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ثمانمائة وثمانين ألف واربعمائة وواحد وثلاثين دينار بحريني حيث تم تنفيذها من خلال إحدى وثمانين صفقة في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة